ومن جهته أوضح السيد غازي الرحمة عضو مجلس النواب خلال مدخلة مرئية في البرنامج على حق مملكة البحرين المشروع على أراضيها ومياهها الإقليمية مؤكدا لجوء المملكة بالطرق السلمية والقانونية في الدفاع عن حدودها والمناطق المتاخمة لهذه الحدود طبعا نحن كممثلين للشعب بمملكة البحرين نحترم كل ما جاء في رد وزير الخارجية وندعم كل القرارات والأجوبة التي ذكرها سعادة الوزير في ردها على السؤال البرلماني في حق مملكة البحرين الموروث في الموارد الطبيعية والتي لا تسقط بالتقادم وإنما ممكن أن نلجأ إليها بالطرق السلمية والدبلوماسية والقانونية أيضا في المحكمة الدولية كما لجعنا إليها من قبل وهذا حق مشروع إلى مملكة البحرين وإلى شعب مملكة البحرين في مطالبة حقوقها في الموارد الطبيعية المتخال التي فيها خلاف بيننا وبين دولة قطر وترسيم الحدود ترجمة نانسي قنقر